السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيدة بلقائكم مرة اخرى وكنتمنى لكم سيام متقبل ان شاء الله بالعالمين. اليوم ان شاء الله سوف نعمل مع بعضنا او سوف ندروا بسطيلة بسطيلة بمكونات جد بسيطة اقتصادية بزاف وشكل دي لك يجي رائع مع بريوات كذلك مرافقين. خليكم معي نشوفوا المقادر الطريقة التحضير بسم الله على بركة الله اول شي عندنا عندي كيلو ديال سمك السرديل تكونوا شفيتوا كيلو حيث لي القشر وذك سلسل وسطاني. نستخدم مسحول لكيفتة ديال. لنضيفيها 1 اربعة ديل ملاعق ديل القزبر مع دلوس غالب يكون القزبر ثم نضيفيها 5 وسط ديل توم مهروسين متوسطين الحجم. نضيف لها ملعقة صغيرة ديل البابريكا ملعقة الا 4 ديل الكوركم ونصف ملعقة ديل الفلفل ازود. ملعقة ديل كمون وربع ملعقة ديل القزبرة يابسة. ثم نضيف نصف حامدة نسف حمضة نعسرها على الكفتة ديال السمك. ونضيف بعض المكونات الاخرى فقط خليكم معايا كنت بدأ قبل ما توصلوا الفيديو ديروا ليه لايك وتشاركوه مع الأحباب والأصدقاء هنا غنضيف قطعة ديال زنجبيل طري لأنني ما دفتش زنجبيل ناعم البودرة فغنديروا الزنجبيل طري ما الافضل ما الافضل كان فضل انكم ديروا الزنجبيل طري كي يعطي واحد طعم مختلف كليا عن زنجبيل البودرة قطعات قريبا القياس ديال واحد ملعقة ديال الطعام نضيف ملعقة ديال الطعام نضيف ملعقة ديال الطعام كما تشوفوا قطعت لنا واحد لدة مختلفة كليا لدك الكفتة ثم نضيف هنا سويا سوس نضيف جوج ديال ملعق ديال الطعام زوج ملعق طعام ونصف نضيف الملعقة باش تشوفوا القياس على حساب الملحة انا عرف بانها هي ملحة باش تعرفوه شنو كذبه بالنسبة للملح بغيتوا تضعفوا الكمية ديال السمك على تضعفوا هاد المقادر ان شاء الله بالعالمين نضيف قليل من الملح الملح هنا نضيفه ونضيف الملح نهائيا في باقي المراحل ديال الطهي ديال السمك وديال باقي المكونات نضيف الملح الكافي وعلى حساب دوقكم كنعرك داك الكفتة جيدا باليدين ديالي ماشي بملعقة باليدين باش تدخل كل مكونات في بعضها هنا ننسيت المكونات لأساسي وزيد الزيتون سوفوا معي بعد قليل نضيفه معكم ونضيفه ونضيفه هنا عندي فلفل احمر حلو ونضعه في كيس بلاستيكي ونضيفه تقريبا 1-5 ثم نضيفه بدون استعمال الماء ونضيفه 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 مكعبات صغيرة ونضيفه 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 ونضيفت ونضيفه ونضيفة ونضيفة ونضيفه نضيف الفلفل ملون من الأسود والأبيض والوردي والكزبرة والفلفل المكسيكي يضيف فقط الفلفل الأسود وقليل 1-4 ملعقة ونحركو كل ملعقة ونضيف الفلفل الشعرية ثم نضيف من هناك نضيف فلفل هناك ونضيف الحجوة طريقة المشلتي المصري وبعدتهم الفرن خارج البيت جدا رائعين اليوم سوف نضيفهم معكم في الورقة البسطيلة قسمتها على زوج و اتنيتها على زوج و سوف نضيف بريوات هم الأولين يكونوا كبير ثم سوف نضيف بسطلة متوسطة الحجم الكمية الحشوة سوف تكفيني قريبا سوف نضيف سعود البريوات و سوف نضيف زبدة ثم نضيف بريوات بها الشكل كل سهولة لا نقول لكم شو هذا الحشوة لذيذة 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 لم تتصور و سوف ندقى الوقت لنسجل لكم الأشياء فكن ندرها بدون تصوير سبق لي هذا الحشوة قريبا على الأقل هذه واحد سنة لتحذبها في البيت للأهل و قمت بها كيف نضيف حجم و سابق لكم العجين المشلتيت و بعدها الفرن خارج البيت و جت رائعة جدا هنا سوف نضيف بسطلة متوسطة الحجم اخذ الحشوة و سوف نضيف الورقة نضيف الزبدة لذيذة لكم سوف نضيفها حتى نضيف الطابعة التقليدي فأنا هنا دهنت بشوية البيض من فوق مخلط مع شوية الخل ودرت ليها شوية ديال بافو مع شوية ديال سومسوم ودرت واحد لوريدة ورقة البسطيلة واحدة واحد القطعة قطعتها صغيرة ودرت بها وريدة درتها في الوسط وقطعت قطعة أخرى صغيرة وزينت بها دخلتهم الفرن اللي محمى مسبقا على درجة 180 يكون سخون مزيان الفرن من الأسفل فقط نخليها كطيب باش تقرمش لنا البسطيلة الوسطانية الورقة الوسطانية ثم من بعد ما قطيبنا من التحت نشعل عليها من الفوق قطيبنا قليلا ونخرجوها بالصحة والعافية هنتم قطعت معكم هنا البريوات رجو رائعين جدا 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 طعم لا ينسى إلى كليته هاد البريوات او هاد البسطيلة بهذا النكهة وبهذا الطعم بهذا الطريقة اللي اعطيتكم انتأكده غدت ترحموا لي الوالدين عليها وهناي اغا نقطع معكم البسطيلة كاملة كيجيو رائعين تنوعوا المائدة ديالكم وبتمال اللي هو بسط قريبا واحد تلاتين ترى ما تكونوا مصوبين هاد البسطيلة واقل يعني بتكلفة بسطيلة نديرو بسطيلة ونزينوا المائدة ديالنا في اي وقت في رمضان او من غير رمضان هي لكل اوقات رائعة جدا شكرا على حسن المتابعة كتمنى الفيديو اليوم يكون عجبكم هنا لريضاكم المحتوى اره في سبيل الله اشتركوا في القناة